لقوم يتفكون بطاعته وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن وأن يؤمن مجتمعاتنا العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء ومن أراد بنا سوءا أو شرا نسأل الله سبحانه وتعالى بكرمه ومنه وجوده وفضله أن يرد تدميره في تدبيره أو أن يجعل تدميره في تدبيره وتدبيره في تدميره ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفر وإياكم على كلمة لا إله إلا الله محمد الرسول الله وبعد أحيانا البيوت لا تأمن إذا نسي أفرادها لماذا نحن موجودين في الدنيا أنا موجود دي في الدنيا لن أسأل نفسه بسهولة يعني هل موجودة عشان أكل وأشرب وأنام وأتزوج وأنجب وبعدين أدخل في مشاكل وصراعات فردية وجماعية ويعني صراع بين الناس بعضهم مع بعض الكبار مع الصغار وقوي مع الضعيف الضعفة مع بعضهم الأخويا مع بعضهم كسب المال من حلال أو من حرام أو من شبه هل هذه الدنيا؟ يعني أنا موجود في الدنيا من أجل هذا أم ماذا؟ قلنا من قبل أن لنا في أيامنا خمسة أيام كل إنسان مؤمن كافر بعيد قريب مستقيم من حرف أي إنسان له في أيامه خمسة أيام كلنا نمر بهذه الخمسة يعني يوم مفقود ويوم مشهود ويوم مورود ويوم موعود ويوم ممدود الناس تتذكر هذه الأيام الأربعة ربما تنسى اليوم الخامس اللي هو الممدود يوم لا ينفع مال ولا بانون إلا من أتى الله بقلب سليم اليوم المفقود هو العمر الفائت خلاص ساعة من تتسمع هذه الحلقة من قبل دقيقتين أو من قبل الدقيقة الماضية الآن هذه أو هذا هو اليوم المفقود خلاص بحسناتي وسياد بشره وخيره ملك الحسنة كتب وملك السياد كتب قضي الأمر ورفعت الأقلام وجفت الصعب تعيس توب عايز ترجع أنت حر لك الأمر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقفر لا حد ضربك على يدك عشان تنحرف ولا ينزل ملك من السماء يأخذك من يدك عشان يوديك المسجد عايز تستقيم أنت وضع رب العباد أعظم أمانة ونعمة ونعمة العقل ولك أن تختار الخياره لك عايز تدخل في طريق المستقيمين وطريق مع الصحابة الغر ومع الأنبياء ومع الصالحين ومع التابعين والله أنت حر عايز تروحنا على الفريق الثاني الباباني أمامك فيه آجة سكة السلامة وآجة سكة الندامة اليوم الثاني اليوم المشهود اليوم اللي احنا عايشينه اليوم أنا أشاهد اليوم ما أصنع أحسن إلى زوجتي أحسن إليها أحسن أولادي أحسن نعيم أطعمه الحلال أطعمه على عزه والله من شبه حرام الأمر واضح هذا مشهود يوم المورود بقرة إن شاء الله أعلم هل يأتي علينا ولا لا يأتي الناس حتى في يدينا أنا مخلدة ومن الغباء يقول وفلان مات مات ليه مات بإيه مات بإيه يعني زيه يعني مات لا يعني مات كان كبير السن هو كبير السن بس لموت طب الولد الطفل أبو شهرين ده لما مات في المستشوى أو في غير المستشوى ما سبب موته والشاب الفتي العضلات اللي طال يجري في الملعب تسعين دقيقة وهم يموت فجأة ما سبب موته لا علاقة لا كبر سن ولا صغر السن لا مرض ولا ليس المريض ملك الموت أقرب منه إلى السن أبدا ولا سبحان الله ملك الموت أقرب إلى كبير السن منه بس إحنا سنن في الحياة ووحد وصل سبعين ثمانين تسعين أقرب إلى الله أو يعني أقرب إلى القبر منه من الشاب الصغير لكن أمر طبيعي أن يموت هذا أو ذاك ما سبب موته أن ملك الموت نزل قبض روح هذا سبب الموت أن حياة امتهت الله قدر له يعني إن الله عنده علم الغيب وينذل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هذه المغيبات التي لا يعلمها إلا الله عنده علم الغيب ينزل الغيث متى ينزل نصد الاستسقام وينزله كيف ويعلم ما في الأرحام مش ذكر أو أنثى لأن الطب الحديث يعلم أنه هيكون صالح طالح ولد مستقيم ولد منحرف بنت صالحة بنت معاقة متعبة هذا ما يعلمه رب العباد فقير غني هذا علم الله الغالب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا معلش بكر يجي عليه بإيه وما تدري نفس بأي أرض تموت ثم اليوم المورود سبحان الله اليوم الذي يعني أراه غدا ثم اليوم الموعود اللي ينزل علي ملك الموت بضروحي في أي مكان وبأي طريقة كمان شاء الله ثم اليوم الممدود يا أهل الجنة خلودهم من الموت يا أهل النار خلودهم من الموت أنا أريد في هذه الحلقة أن أقول أن السبب ظلم بعضنا لبعض وتجني بعضنا على بعض أزواج وزوجات وأولاد وبنات وجيران وأصحاب عمل وموظفين ورؤساء ومرؤسين وحكام ومحكمين هذا الظلم كله الواقع نتيجة نسيان الآخرة نتيجة نسيان الآخرة طيب بن كرم الله أنه يعلم أن عبده أنا وأنتم ضعفاء مخنا محدود الدنيا شغلانة حاطين في ذهننا أن الدنيا مستمرة ما أظن أن تبيد هذه أبدا هذا قال الكافر في سلطة الكافر ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رودت إلى ربي لأجدان خيرا منها منقلب هو ظن أن الأخرى لن تقوم كلم الناس يقول يا عمي كلمنا كلمتين طيبين عن الرحمة طب العذاب يقول بلاش عذاب القرآن فيه رحمة وفيه عذاب فيه جنة وفيه نار فيه طريق خير وفيه طريق شر لا أعايز تكلم عن الخير فقط وكأنه أبو بكر الصديق أو عريب من أبي طالب ما ينفعش سبحان الله نحن وناس يعني معاقين إيمانيا أو دينيا أو سلوكيا سبحان الله المؤمن من كرم الله لأنه لا أعلم أن العبد ينسى فاجعل لي كل كم ساعة كده أقف بين يدي الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقلت لكم من قبل الله يقول المؤذن حي إلى الصلاة هي لغويا من الواجب يعني لو كنا هنفهم يعني هنقول حي إلى الصلاة مش حي على الصلاة لا حي إلى تعال إلى المسل أنا أدعوك مش على بيتي لا أدعوك إلى بيتي أنا أدعوك إلى الوليمة مش على الوليمة أنا أدعوك إلى عرس ولدي مش على عرس ولدي وما لإيه حي على الصلاة كأن الصلاة ترفعك إلى أعلى حي على الفلاة الصلاة والفلاح والعملين زي المصعد رسانسير سبحان الله اللي يقولوا عليها أولادنا لفت لأنه للأسف أبناؤنا نسوا لغتهم هذا المصعد هو الذي أصحب بك إلى العالم الصلاة ترفعك لكي ينقيك طيب وبعدين عالم أن عباده ينسون جعلنا ظهور الجمعة نروح كده نسمح كلمتين والعجيب أن من 400 سنة فقط أوصل الذكر المسلم مش الرجل المسلم أن المرأة لا تصلي في المسجد خلاص ولا في البيت تخرج كل يوم للعمل وتخرج للمحلات وتشتري لنا الأغراض وربما عندها نوبة عمل بالليل في مطارات أو في غيرها كل ده تخرج ده أما تيجي عند المسجد يقول صلاتها في بيتها لا إله إلا الله ما خلت مساجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين من امرأة تصلي حتى كانت المرأة اللي ردت على عمر في مساءة المهور كانت تصلي في أين في بيتها كانت تصلي في المسجد والصحابيات طلبوا من الرسول درس خاصة لهم عايزين درس للنساء يا رسول الله أخذ الرجال كل وقت فعملهم درس يوم لتنين خاصة لهم للنساء وكان ما فيش حاجز ما بين الرجال والنساء سبحان الله لأن الرجال كانوا يغضوا البصر والنساء يغضوا البصر والمجتمع نظيف مجتمع طيب المهم من قرم الله عز وجل أن أرسل لنا رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان ينبهنا لقضية أن نحن ميش مخلدين في الدنيا وعشان ينبهنا جعل الإسلام في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم علامات للساعة القيامة علامات ساعة صغرى وعلامات ساعة كبرى لما ننسى علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى ننسى أننا قادمين على الله فالظلم يظلم والمفتري يفتري والحرام يسرق والنصاب ينصب والمنحرف ينحرف ليه؟ لأنه نسي أن هناك آخرة طيب أنا أذكر نفسي وأذكركم وإن كان هذا منشور لي كثيرا في أحاديث الدار الأخيرة أو الوعد الحق أو هكذا أول علامة من علامات الساعة قيامة يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهتين شوف شبك بين السبابة وروسط كهتين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعث مع الساعة يقول يا الله يا شيخ نحن قدرنا من ساعة البعثة المحمدية إلى الآن 1433 سنة والدفلون 13 سنة 1426 سنة يعني دخلين على إيه؟ على يعني يعني 15 قرنة أو أكثر وما قامت الساعة طيب نقول لك بس خد بها لك أنت ليه تحسب بأيامك أنت؟ أن يوما عند ربك مثل كم؟ كالف سنة مما تعدون اليوم عند الله بألف والسنة عند الله بألف فإحنا لما يكون من 1500 سنة بأيام الله إحنا لنا على الأرض منذ بعثة النبي يوم ونصف بأيام الله يعني لو قدرنا في الدنيا دي كام؟ يومين ثلاثة؟ أسبوع؟ أسبوعين؟ بأيام الله؟ شهر؟ يعني أنا بعثت وأنا وسعك هتين إلى بعثة النبي يسألونك عن الساعة أيانا مرساها متى تصل وترسل سفينتها؟ فيما أنت من ذكرها فيما يقول علماء القراءات هذه هاء السكتة فيما أنت من ذكرها أنت محمد علامة من علامة الساعة لا دين بعد الإسلام لا كتابة بعد القرآن لا نبي بعد محمد لا أمة بعد أمة الإسلام خلاص يحن أخر الأمة يوم إخواننا في الإنسانية من قبل وبعد يهودية وبعد المسيحية النصرانية وبعد جاء الإسلام يقول أخر الحلقات قال إنما مثل ومثل النبيين من قبل كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يطوفون واستحسنون بناء البيت إلا لبنة لبنة يعني نقصة من البيت يعني حجر فيطوفون واستحسنون بناء البيت يقولون هل لا وضعت هذه اللبنة يريد كان البيت دا اكتمل واللبنة دي وضعت فأنا هذه اللبنة وأنا خاتب النبيين صلى الله عليه وسلم تواضعا من وإلا أنا مجرد يعني حجر في البناء المكمل الذي بناه إخوتي من الأنبياء والرسل من قبل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أول يعلمه من علامات الساعة طيب إيه كمان يا رسول الله من علامات الساعة تذكرن به يقول أن يعني 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 يعطى الغلام المئة دينار فيستقل لها لما لما واحد زي سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا عمار وسيدنا عمر يسمعوا الحديث الرسول مئة دينار فيستقلها وكان مئة دينار دي ممكن يشتري عشرة بيوت في المدينة بالمئة دينار الآن تعطي الولد مئة درهم مئة ريال مئة جنيه وليه فين الخمسمائة الباقية فين الألف لا إله إلا الله لقد قد قد اشتري لي قلم ومش عارفه إيه سبحانك يا رب العباد يعني سبحان الله يعني إذ هي إيه استقلال العطاء لا إله إلا الله طيب يقول صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تنزع البركة من الوقت فيصير العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالوانضة حصل لما حصل اربطوها بصلاة الجمعة لآخر سبحان الله الخطيب لسه كان بيخطب بالأمس يقوله بالأمس يا رجل عيد الأمس ده كان الجمعة الماضية مرة سبعة أيام رمضان ولا رمضان حج وراء الحج الزمان يتقارب مش يتقارب سرعة الأدافر لا نزع البركة أن تنزع البركة من الوقت ينزع البركة من الوقت كيف كما نرى اليوم نفسه إذا عندك مشوارين صغيرين بس ضاع اليوم ضاع اليوم العشرين بأربع عشرين ساعة لأن ما فيها بركة الساعة سبحان الله فالمسلم يرى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يكون في أمتي كثرة الهرج قالوا لا أدر القاتل ليvatما لما قتل ولا المقتول لما قتل الحربين العالميتين قتل فيهم ما يقرب من ستين العراق مع إيران سبحان الله في العهد القريف في السبعنات سبحان الله أكثر من مليون وقتل في العراق في احتلال العراق والإجرام الذي حدد في العراق هكذا نفس القضية العدد الآن نرى الذباح الجزار السوري هو يذبح في شعب كثرة القتل هذه علامة من علامة الساعة لكن المضوء خطير ولابد أن نتواصل معكم إن شاء الله ولكن بعد الفاصل نكمل لماذا يظلم بعضنا بعضا ولماذا بيوت غير آمنة للنسيان الساعة وعلمات الساعة اللي أنا أذكر نفسي وأذكركم بها كنوا مع بعض الفاصل إن شاء الله أهلا بكم ترجمة نانسي قنقر في لبي إن في ذلك لآيات لقوم يتفكون مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى توقفنا قبل الفاصل عن بعض من علامات الساعة التي أنذرنا وحذرنا وبيّنها لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا وبينه وشرحه لنا وفسره لنا وأحثنا عليه وحضنا عليه وأمرنا به وما ترك من شر وقد إلا وقد شرحه لنا وحذرنا منه رحمة بنا صلى الله عليه وسلم بناء على الوحي الأعلى الذي اختاره رب العباد يكون للعالمين بشيرا ونذيرا قلت إن المشاكل الموجودة في المجتمعات المسلمة لنسيان الناس مسألة الآخرة ورب العباد يعني من فضله وكرمه أنه وضح لنا علامات الساعة الصورة وعلمات الساعة الكبرى أنا لا أتكلم على التفاصيل وهذا منشور دي في دخوله على الموقع ويسمعه الدار الأخيرة والوعد الحق لكن من كرم الله علامات الساعة الصورة هذا تبيان لاستيقاظ العبد أنا أستيقظ أنا رأي على فين اللي باقي اللي ممكن أعمله اللي ممكن أتمنه اللي ممكن أتراجع عنه اللي ممكن أعمله من خير هكذا أما علامات الساعة الكبرى يعني ليس هذا وقتها إذا ظهرت أول علامة وهي أن تطلع الشمس من المغرب وتظهر الدب وتكدم الناس يغلق باب العمل لم تكن يعني يوم تأتي بعض آيات ربك لم تكن تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يعني يوم تظهر الدب تكدم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون كما ورد في القرآن الكريم وطلوع الشمس من مغربها خلاص بها العمل توقف لا اللي عايزة تتحجب تنفع تتحجب ولا اللي كان لا يصلي ينفع صلاته ولا اللي أخذ الفلوس الحرم ينفع يرجعها اغلق الباب زي قضية إيه يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن يغلق باب التنسيق قبول الأوراق انتهى فإحنا نلحق ولسا لعلامات الساعة الصغرى هذه تراوحنا وتغادينا إيه كمان يا رسول الله من ضمن علامات الساعة قال لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش سوء الأدب وقلة الأدب وقطيعة الرحم وسوء المجاورة بعد الجار ما كان يبقى حبيب بعد الجار ما كان إذا رأى حسنة أذاعها وإذا رأى سيئة كتمها لا بلاش الجار خل الزوج والزوج أحباه مع بعض عشرين سنة وأنجبه أولاد ويحدث طلاق أو هو يتجنن وروح بالنسبة لعقلها هي ويتزوج عليها يا الله وتسمح في المحاكم كلام فحش وتفاحش وسوء مجاورة يا الله والعشرين سنة مفيش حتى يعني ابتسامة حصل بين الطرفين فيش ود مفيش معروف يعني كل ينسى هو يخرج أسوء ما عنده هي تخرج أسوء ما عندها وهو يتقسم بالله أنها صادق وتقسم بالله أنه كاذب وهو يقسم بالله أنها كذابة وأنها سبحان الله ما رأى منها خيرا قط وهي تحلف للقاضي ولا للعالم المستفتة ما رأيت منه خيرا قط يا الله فتعطي صلى الله عليه وسلم سوء المجاورة سوء المجاورة سوء المجاورة أو تنشر أخباره مع صديقاتها وأهله وهو ينشر أسرارها مع أصحابه وأهله وهذا ليس من الإستام إن من أكبر الخيانات عند الله الخيانة الله سماه خيانة أن يحدث الرجل أو يسر الرجل إلى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها أو أن تسر المرأة حديثا فيصبح لا يحدث به أصحابه ليه لأن البيوت لها أسرار طيب إيه كمان يا رسول الله من علامات السعاد قال أن يخون الأمين ويؤتمن الخائن ويصدق الكذوب ويكذب الصادق الإنسان الصادق الآن قل لا ما كلاهك مش بالبوط والكذاب عليه إيه بكلامه على إشعاعات على الإعلام وسائل الإعلام والصحف والجرائد والمجلات والشاشة التلفزيون والإذاعات يا الله والآن الشبكة العنكبوتية الخبر يطير في الأفاق يبلغ الأفاق ويتكذيبه في ذيل صفحة يعني يتهم الرجل على أول صفحة في المرأة المسكينة لأول صفحة في الصحيفة والجليلة وبعد أسبوعين ثلاثة ولا شهر لما تظهر براءته في صفحة الحوادث من جوه يا الله أن يصدق الأمين ويؤتمن أن يصدق الكذوب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين سبحان الله سي أخرج آل لوطن من قريتكم أنهم أناس يتطهرون يا الله قطيعة الرحم وارد وواضح يا رسول الله سبحان الله العظيم هذا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يكثر بين الناس كتمان شهادة الحق كما لو أقوله دي أحديث صحيح في البخاري ومسلم يعني مش أنا مش بألف من عندي مش مؤلف الموضوع دا موجود تأنيف ولا فكرة حتى ولا تصورات هذا كلام ورسول الله الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم كتمان شهادة الحق تقول لي يا فلان تعالى والله أخي متقدم لي لبنتي ولد صفته كذا وكذا إيه رأيك فيه يكذب يا شاء الله ملاك طاهر أبوه لا قوة لا بالله أهله الله واحد صاحب يقول له يا رجل تقل لها دا الولد دا مدخن تعمقاه ويعني أي كلام والعم أنا مالي أنا لأي أنت مالك أنت كاتم لشهادة الحق كتمان شهادة الحق هذه كارثة كبرى هذه كارثة كبرى يجب على العبد سبحان الله أن يتخي يا رب العباد عز وجل أن حتى الغيبة مباحة في مسألة الزواج لما حد يسألك عن بنت أو ولد أو عائلة العروس المتقدم لها أو العريس المتقدم يجب أن تصدق القول وإلا كنت كاتما للشهادة وعاصيا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قل الصدق قل الصدق وإذا دعيت إلى الشهادة يجب أن تشهد سبحان الله طيب إيه كمان يا رسول الله من علامات السعلى ظهرت قال لا يأتي أن على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أمن حلال أم من حرام يا الله وهذا الله في صحيح البخار الإنسان ما رأيه هو ده حلال والله حرام استخدام النت أثناء العمل للمصالح الشخصية يقول لك أشوف أخبار للناس هل هذا مكلب ارجع بيتك اشترك في النت ويدفعل إذا كان هناك من مصرفات معينة ويفتح النت على راحتك لكن تاخد الشبكة هذه المتعقد عليها الشركة والمؤسسة وتستخدمها أو الهاتف وتتصل به وهو مختص بالعمل وتستخدمه في هذا أو ذلك أو سيارة العمل تذهب بها إلى مشاوير خاصة لك ولأولادك هذا حرام هذا حرام عمر الله يرضى عليه استأجر دابة وبعدين وهو رايح ماشي وقعت منه العصة عصة وقعت منه فنزل من فوق الدابة وعاد هذه الخطوات وأخذ العصة قالوا يا أمير المؤمنين طب انت رجعت لي طب انت رجع بالدابة قال استأجرتها من مكاني كذا لمكاني كذا فلو عدت هذه الخطوات أكون قد استحللت ما لا يحل لي أخذت الشيء مش من حقي يا الله حفيده ابن عبد العزيز قسموا أمامه عطور بيت المال فوضع عاده على أنفه قال يا أمير المؤمنين فيه قال هو ليستفادوا منه إلا برائحته مش من حقي أشم لأنه ده أمانة وأنا أمين وده مال المسلمين ومال الشعب لا يجب أن أخذه سبحان الله الله يرضى عن عن أم كلثوم بن تعالين كرم الله واتشه زوج عمر بن الخطاب فوقف عمر على المنبر وقال أيها الناس إن أم كلثوم بن تعليم بن أبي طالب زوجتي أهدت إلى زوجة ملك الروم يعني بعضا من البخور والطيب تعرف على الطريقة العربية نهدي بعض العطور وهذه من الهدى التي لا ترد العطور والعسل وكتاب العلم والله الإسلام ده عظيم لا أرد هذه الهدية حتى إن كان بيني وبيني المهدي في أحن وضغاء أرد لحوم أرد أرز أرد ثياب لكن يقال أن العسل والطيب لا يأسل عظمة الإسلام العسل في شفاء والطيب يفشعر الإنسان بالسبحان الله العظيم اللهم طيب قلوبنا وألسنتنا بذكرك يا رب العالمين إن أم كلثوم أرسلت إلى زوجة رقل عظيم الروم بخور وطيف ردت عليها كل واحد على قدره ردت عليها عبارة عن صندوق في مجوهرات يا الله فهل من حقنا هذا ده من حق بيت عمر بن الخطاب يعني يقول الحاضر نعم يا أمير المؤمنين هدية أمام هدية واحد يداني هدية قلم التاني رد ثالي رد علي بساعة تمنحكات مثلا يعني قال علي وهو حماه وهو أبو أم كلثوم يا أمير المؤمنين إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك ويوم القيامة لن ينفعوك لتأخذ أم كلثوم ثمن طيبها وعطورها وبخورها ويرد الباقي لبيت مال المسلمين يا الله بيت مال ده الدول تقوم على هذا العجل والنظافة اليد والشرف والشفافية والاستقامة الاستقامة في كل شيء ما فرطنا في الكتاب بس نحن عايزين ندرس لرواسات مؤسسات مدير المدرسة مدير المؤسس أي مؤسس إلى أعلى وأقل المستقامة لازم يدرس له الحقوق والواجبات الحلال والحرام الآخرة علامات الساعة عشان ما استفيق الناس نزد ظلم بعضها الأخر يقتنص الأرض من أخوه والأخت تأخذ من أختها البيت والأخت الأطباء يأخذ المحلات واللي سابها أبوه والدنيا طايع فيه ومنتظر الرحمة من السماء كيف يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء إيه تاني يا رسول الله من ضمن علامات الساعة التي نسيناها يقول عليه الصلاة والسلام سوف يأتي زمان على أمتي يكرم الرجل اتقاء لشره يعني مش مش نكرمه عشان هو أهل كرام مش أهل احترام لا عشان ايه عوز بالله من قضى بالله لا 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 أعطوه ففي بعض الفضائيات والوسائل الإعلام نبحين يشتموا الناس ويدخولوا في أعراض الناس سبحان الله وهي ناس يعني مساكين يعطوهم زي الإتوات زي زي الأخواننا الشواب لما يقولوا الأبضايا مش عارفوا ولا حاجة زي كده والأخواننا المصرين يقول لها كده فتوة واحد كده يعني بس ده فتوة لسان وليس فيه فتوة ولا غيره الفتوة دي شيء من الرجال عن توضع القوة في مكانها فيتقى الرجل أو يعني يكرم الرجل اتقاءا لشره يعني اعترده حتى يسكت لليه يشوى صورته وليه ده بخيل لا مش عضي يعطوه يعني يعطوه ليس احتراما له وهذه كارثة كبرى هذي كده أن يتقى الرجل أو يكرم الرجل اتقاء لشره ايضا سوف يأتي زمان على امتي من ضمن العلامات لا يصير السلام الا للمعرفة انا اعرفك في الطريق اسلم عليك لا اعرفك يا اخي لا اله الا الله يعني الواحد يدخل في المكان مدام انا دخلت من باب مؤسسة اسلم على من عرفت وعلى من لم اعرف هكذا القي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف ولا يضرك ان لا يرد احد من السلام يعني يعني يدخل احيانا التلفزيون هنا سبحان الله اي واحد يقابل يعرفون او لا يعرف او لا يعرف السلام عليكم ورحمة صعي بعضهم لا يرد انا لا اغضب ده ده انا افرح ده ابن مسعود رضي الله عنه يقول يا ليت كل الذين القي عليهم السلام لا يردون سلامه قال لي ابن مسعود قال لان الذي يرد هو الله رب العالمين الله الله يرد عليك من هو خير منك خلال انت مش عادي ترد السلام تحر والسلام سنة لكن الرد فرض والسلام تاخد فيه تلاتين حسنة سبحان الله والرد تاخد فيه اربعين حسنة لكن فيه ناس عندها حتى السلام في الهاتف بلاش الاولاد الصغار هالو هالو اوكي لا اله الا الله يا ابني احنا في بلد عربي مسلم بلاد عربية مسلم قول السلام عليكم يرد عليك السلام تاخد ثواب انت وهو لا اله الا الله لكن فيه ناس عندها زهد في السلام ايه كمان يا رسول الله من ضمن علامات الساعة التي نسيناها اذا وصل الامر لغير اهله فارتقب الساعة اذا وصل الامر لغير اهله ففيه دول الان متخلفة من دولنا الاسلامية والعربية الاسم وشيء يجيه مثلا وزارة التعليم يعني يعطوها للعب كرة يعني انا نتقل لها اللعب كرة نحطوه في الرياضة سبحان الله التاني سبحان الله التخصصات المختلفة يوسل الامر الى غير اهله او لغير الامين او نقدم اهل الثقة على اهل الخبرة يقول لا انا اثق فيه طب بس ده فيه واحد خبير يقول لا لا يدعوى سبحان الله صنفان من امتي لم ارهما هكذا من ضمن علامة الساعة نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات يا الله مشين يتمايلوا ويميلوا الناس عليهم سبحان الله شعورهن كاسمة البخت عامل شعراء مسكينة زي ايه هرم خوفه عشان تخوفنا احنا ما نخافش خلي بالك لا نخاف الا من الله شعورهن كاسمة البخت لا اله الا الله لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا في حديث ثاني الرواية العنوهن فانهن ملعونات ليه هي مش مائلة في حالها وباس لا مائلة مميلة سبحان الله ولزاك ربنا امر النساء الولا يضربن بارجلهن ليعلم من يخفين من زينتهن تلبس بتاعب كعب كده طوله مش عارف خمستاشر صندية من تلحالها ولو ريدها بس عملت كده راحت على مستجفى قسم العظام لكن هي عملت جبلها دوالي وعزك الله لما تكبر البنت وتجي تحمل وتنجب صعوبة جدا في الولادة ومشاكل في الرحل ليه لان ربنا اسم الله تعالى جعل الامور سهلة بسيطة نحن الذين نعقد المسألات رأعلمات السعادة خطيرة ومهمة ولكن ان شاء الله يعني التقطوا انفاسكم مني قليلا ولا تغضبوا مما اقولوا عودوا اليه ان شاء الله ولكن بعد الفاصل باذن الله اهلا بكم ومن تناسي تماما ان الساعة على الابواب وان علامات الساعة صغرى تقريبا كلها ظهرت وهذه بعض من العلامات وكل ما اقول علامات اكيد انت وانت وانا وكلنا والفنين اللي معايا في الستوديو وغيره كلهم يقول الله يقول الله ده كلام واقع لانه كلام رسول الله الذي ده انطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يعني ده مش اجتهادات كما قلنا ولا وابداح فكري لا مش ابداح فكري ده ده واقع من الكتاب والسنة من ضمن العلامات الساعة ان ينقص العلم واحد يقول يا خبر يا شيخ معقول ما العلم يقول له العلم الذي يبعدك عن الله ليس علما والان يخسر العلم حتى الشرعي يعني ينقص العلم الشرعي الان ما شاء الله لو كنا جلسين في مكان عشرة العشرة يصبح العشرة من اهل الافتاء اي تخصص يكون لاعب كرة فنان صحفي حرفي مهندس طب يقول له ما شاء الله تلاتة منهم ابن تيمية وخمسة ابو حنيفة وتسعة مالك سبحان الله كيف اجرائكم على الفتية اجرائكم على النار سبحان الله ان يتصدر للفتاوى والعياذ الرويبضة اللهم العوامل من النار ويقول صلى الله عليه وسلم وتظهر الفتن يا الله الفتن كثير لا اله الا الله وتلقى الشح شحيحة بالمال لان الله جعل قوة الفقير في فضل مال الغني وقلت مرارا واكرر لو ان كل اغنياء العرب والمسلمين اخرجوا زكاة اموالهم بما يرضي الله لما ظل فقير بيننا في بلادنا العربية والاسلامية لكن لما لما الشح يكون عند الغني وعند اللي ربنا اعطاه المال هذه مصيبة اخرى ايه كمان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن علامات الساعة وان يكون اسعد الناس بالدنيا لقع ابن لقع يعني ايه لقع ابن لقع يعني اراضي للناس الانسان اللي هو لا قيمة له فرحان بالدنيا ودي تلحص الآن للأسف يعني في بعض من شباب ربنا يهديهم عامل قصة شعر معينة والله اعلم ربنا يصطرها ما يحط النش حلق في اذنيه زي البنت ويتشبه بالنساء سبحان الله ويتبسك مش عارف سروال ولا بنتار كده ايه يقطعوا من ناحية ركبته يا ابن الله احنا نقصين تمزيق يا ابن حولها والاقوات تظن انه ايه مسكين تطلع عشر ريال فها سبحان الله انا يبلغني من بعض رجل بتاع عيادة ترميم اقصد عيادة تجميل فيه في والله في عيادات التجميل حيسمها عملية ترميم لا اله الا الله تترمم اثار الوام يعني ما علينا فطيب المرأة لما تروح تجمل نفسها شي مقبول شوي قد يكون مقبولا طيب الرجل رجل يقول لي ان فيه في منطقتنا العربية السنة قبل الماضية الف ومتين شاب ذهبوا الى عيادة التجميل لنفخ شفاههم لا اله الا الله ده احنا اللي تنفخنا والله نفخ الجيه علينا لا تنفخ شفاك لا حوله لا اله الا الله فهي القضية ان ليست الفتن وحدها ان يكون اسعد الناس بالدنيا لقع ابن لقع سبحان الله انسان لا قيمة له ليس يعني لا يأتي الشر منه لا يأتي منه الا الشر ولا يأتي منه الخير يكون اسعد الناس بالدنيا سبحان الله تجد الاضواء الان المجلات العالمية مش عارف المجلات العالمية مش عارف ايه كل ده عليهم ايه سبحان الله اما يدخل العالم الدين في مجلس لا اله اتكلمنا عندي عن الجنة والنار والعذاب يا عمبي كلمك بما يصلحك ويزر ولا تزعر ولا نكلمك حتى كلمك ليه يعني طالما انت لن تعطيني اذنيك سبحان الله قال الله لحبيبي صلى الله عليه فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطة هذكرك بايه بمعادل فيلم في السينما ولا ذكرك بموعد لقائك مع الله والصلاح هذه شغلتي مهمتي انك تضيق مني ذرعا او تقبلني دي مسألة ما لا تهمني في شيء ان المهمة ادعو الله ان يقبلني رب العباد عز وجل وان اقوم بمهمتي حلاص ان يكون اسعد ان يحفظه ان يكون اسعد الناس في الدنيا لقع ابن لقع طيب لن تقوم الساعة حتى يكثر الرجال ويقل النساء حتى يكون لكل خمسين امرأة قيم واحد يا الله الله يصدق رسول الله احنا بدأنا نعقد الايه نعقد المساء للزواج نقول الولد لسه مسكين لسه دخله الله يعلم دخله ايه لا احنا عايزين مش عارف اربع غرف ونحتاج ان تكون مالك للسيارة يكون لك حساب في البنك وتأتي بالاغراض يا ابن الحلال اتقى الله يسر يسر الله عليك يسرها عليك سبحان الله الصحابة يسر الحلال فكذا الحام وجود دي عصر الصحابة والتابعين وتابعين ما كانش فيه حرام لان الحلال كان ما يسود يدخل للراجل الشاب من دول يارى اريد ان تزوجني قلقوا كم معك قلقوا لا املك شيئا يا رسول الله قلقوا التمس ولو ختم من حديد اي شيء او ختم من حديد قلقوا زوجناك به دخل التام زوجني يا رسول الله ما معك قلقوا التمس ولو خد ما عنديش حتى ولا ختم حديد ما معك من القرآن والله احمد الفاتحة والاخلاص زوجناك بها وتسعد الحياة طبعا الان يطلع علينا واحد من على الشيء الان سبحانه وربما يعني ايه الشيخ عمر يتكلم يعني هو هيكسيها من الفاتحة ويفسحها من قل والله السخرية من دين الله هو الذي ضيعنا واتعبنا احنا عايزين سبحان الله نسهل الحلال كما سهلوا الصحابة لما عقدنا الحلال ايه اللي حصل كثر الحرام هي كتب الصحابة يسروا الحلال فالحرام بقى صعب عنده احنا عقدنا الحلال فالولد يروح ينحرف ديه معادلة انت عقدت عليه الحلال عايز عشرة تلاف وخمسين الف ومائة ألتم من اين يجي على خدر حر طبعا ربنا لم يوسع عليه في المال لهو ولا ابوه ولا انجبوه ينتحر فالشيطان جاعد بابلاش سبحان الله يعني مجانا فلما عقدنا وصعبنا الحلال صار الحرام ميسورا الصحابة والسلف الصالح يسروا الحلال فصار الايه الحرام عندهم صعبا فنعايزين نراجع حساباتنا مرة اخرى ان يكثر الرجال يقل الرجال ويكثر النساء والله واحد باحث الماني كبير يقول لي يا شيخ عمر احنا بعد في سنة ستة واربعين بعد الحرب العالمية الثانية عملنا احصائية وجدنا ان نسبة الرجال لنساء اربعة الواحد من اثر الحرب اربع نساء امام رجل لا حولها ولا اقواتنا نسبة لا اله الا الله فسبحانك يا رب العباد كثرت النساء ان يصير لكل خمسين امرأة قيم واحد البنت زمان كان لو وصلت سبعتاشر وطمانتاشر سنة في القرى والبلاد وفي البلد والحضر وهنا وهناك لو وصلت طمانتاشر سنة من غير الزواج يقولي البنت تعانست بنت اصبحت عانس الان تخلص الجامعة 22 وفيه كليات تقعد ال24 طب يا ابن الحلال جالها ابن حلال قريب ولا غريب لا 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 لسه لما تخلص الدبلومة لمسافر استراليا تجيب الماجستير طيب والله رايحة مش عارف فلادلفية تجيب لنا مش عارف الدكتوراه طب خديها خديها جنبك تلبس كده زي حالتي كده منظار كده يعني سمكه سمع سنطي وخلاص وبعدين ياخد العريس القادم حطان امرأة بقايا انثى انا مش ضد تعليم المرأة لا تعلم وتاخد اعلى الشهدات بس لا نعطل زواجها خلا تاخد في بيت زجها لما ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير بس احنا عايزين بنتفن يعني سبحان الله رؤوسنا في الرمال لكالثة كبيرة ان تتأخر او يتأخر زواج بناتنا اللي يتوكر على الله سبحانه سطر البنات اللي يصطرها عليك ليه لان المسألة طالما انها بالغة عقدة رشيدة تستطيع ان تديرها يا خلاص جميل عشرين سنة زود تسعة سنة زود 22 زود ولا خلاص سبحان الله ان يصير لكل خمسين امرأة قيم واحد لا اله الا الله هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يأتي زمان على امتي يخير الرجل بين العجز والفجور فمن ادرك هذا الزمن فليختر العجز ليه ما يخترش الفجور لان لما البناتنا يحجبنا الحمد لله وربنا يهديهم للحجاب وتغطية وستر ما امر الله بان يستر دي متخلفة دي من الرعيل او دي زي امها معقدة اما البنت التانية اللي اللبسة قصير وتغل بزنفاتنا دي انسانة عصرية دي انسانة تعيش المدني عم المدنية ايه اللي يرضى عنك عيب دا الانسان يكون عنده غيرة يا اما احنا في المنطقة العربية الغيرة طبيعة عند العربي ان كان مسلم ولا غير مسلم يعني جبت عربي نصلاني عربي يهودي عربي لا ملة له العروبة نفسها دم العروبة نفسه في غيره على الحرمات سبحان الله طب روح حديقة الحيوان عزك الله وحط يدك بس على اليفة النمر بس جوه القفص ان كان النمر يكل يدك غيرت ذكر الحمام لو اقترب من انثاه ذكر اخر يضربه بجناح لا تبلد في عالم الحيوان والطير الا عند مخلوق واحد عزك الله الخنزير يجد لذة وشعور بالراحة والسرور اذا رأى انثاه مع ذكر اخر بس الخنزير ازاك اخوانا في الانسناف الغرب من كثرة اكل لحم الخنزير ماتت غيرته اخنا العربي غير قوم ينائلها كذا يقول عثمان لما تصوروا عليه الباب ويريدون قتله قوم فاحتجي بي ادخلي جوه قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اي النبي ادي الغيرة العربية ادي الكلام كل البنات اللي يسمعوني وانا اعرف انني ابل لهم جميعا في مشرق بلاد الاسلام وغربية يا بنت انت رايحة الجامعة تحصل العلم انت مش رايحة الى عرس اظهار المكياج ولا كذا عيب ان بعض الدول العربية الاسلامية في 2008 تنفق سبع مليار اربع دول اربع دول تنفق سبع مليار دولار على احمر الشفاه وطلال الاضافر عيب مش كا وبعدين ايه طلال الاضافر ده في ايه كيمويات بعد 25 سنة بص على اضافر بنتك اللي بتهضع تجد اصافرها والعياذ بالله مشقاقة بص على انظر على اضافر جدتها متملين سنة لحطت لا طلاع ولا بلاء الاضافرها تلمع ما شاء الله تلمع لا اله من الوضوء ومن تقوى الله وشفاهها تخرج الكلمات الجميلة اما تحطها احمر واخضر واصفر سبحان الله كيمويات تحط بنت 29 سنة نظر ده كده ازيك جدت ده من جدتك ده حفيتك سبحان الله بس للأسف هي كبرت نفسها بمعنى انه كرمشت الجلد سبحان الله انا اعرف جدات اللي انا رحمة الله عليهم كاتب واحدة تقع قدامنا تمشت شعرها شعرها وصل للارض وهي جاعدة على الارض سبحان الله لحطت لا شامبو ولا بمبو يبدو ان احنا بنفتن والاعلانات الكاذبة تضحق علينا وانا اريد ان اقول ان الاسلام دين يعني دين واضح فيسروا اقول هذا الكلام لاولياء الامور الاب والام يسروا امر الحلال لبناتكم يسروا امر الحلال لبناتكم عشان الحرب ما يكثرش ويعصموا بناتكم وابنائكم من الفتن بسرعة الزوال سبحان الله من ضمن علامات الساعة فيما يقول صلى الله عليه وسلم ان يظهر فيهم السمن يا الله يا رسول الله والله حديث متفق عليها حسن تظن اننا جايبه من كتاب للحمية ولا غيره لا في الحديث ده متفق عليه عند ائمة الحديث ان يظهر في الامة السمن نفضل نأكل 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 لقد ما ننتفخ كلنا الاولاد الصغار الان طب اللي عليك انت ماشي في المول كده ولا في السوق التجاري في كراسي في الوسط ابحث من يجلس على هذه الكراسي فما عملينا يا الله يا كريمهم لكبار السن وللمرضى تقول اللي جاعد الولد ابو 12 سنة و 15 سنة متراهد جسمه ما يقدر يلعب الرياضة ملا بيكل من والعياذ بله من الاكلات الوجبات السريعة فيها كل السموم وكل الدهون وكل المصائب يتراهد جسم الولد والكولوسترول يبعى عنده وعنده 15 سنة وكمية الدهون وقلبه سبحان الله ما يستطيع يمش هو اللي جاعد تجي الكبير السن ماشي ومتحامل ولا اله ولا الله هو الولد لا سبحانه يا رب العباد ان يكثر فيه مسلم ليه لان الناس سبحان الله نسأل الله السلام ايضا من ضمن ما قاله صلى الله عليه وسلم ان يمر الرجل بقبر اخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك يا الله الرجل الصالح والمرأة الصالحة تمنى ان الدنيا ليه انه مش حارف الفتن جايله منين ده وقعد سيبيته امن يجي الفتن على الشاشة ده دخلهم تحت الباب وقال والله لينزلن عليكم الشر من السماء سبحان الله قالوا حتى يبلغ الفيافي قالوا الفيافي يا رسول الله قال الارض القفر ينزل علينا من الديش ومن الساتلائت سبحان الله ولكن ممكن الديش والساتلائت ده ايه نستخدمه للخير اخر كلامي اقول لكم مذكرا نفسي ان ظلم الناس بعضها لبعض هي من نسياننا للاخرة اللهم لا تجعلنا ننسى الاخرة رب العالمين اللهم عفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا وسمحنا وتقبل منا اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ما نلقاك ارزق بناتنا ازواجنا الصالحين وابنائنا زوجات صالحات وصلى الله عليه وسلم محمد وعليه وصحبه وسلم لا تنسوني من صالح دعائكم ونسلقكم الله الذي لا تضيع دائعه نلقاكم في حرقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة